لطالما منع ماكرون الرئيس الجابوني من السقوط لكنه وفيما يبدو لن يستطيع منع سقوطه هذه المرة من على شاشة التلفزيون الرسمي أعلن مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الجمعة الماضي وحل جميع مؤسسات الجمهورية بزعم أن الانتخابات تفتقر إلى المصداقية وعليه أعلن استيلاءهم على السلطة بالحجة الممهورة لكل الانقلابات العسكرية في العالم الدفاع عن السلم الأهلي من خلال الإطاحة بالنظام في ساعة مبكرة من فجر اليوم أعلن رئيس لجنة الانتخابات بالجابون أن المنافس الرئيس لبونغو آلبرت أوسا جاء في المركز الثاني بنسبة 30.77% وهو ما رفضه أوسا وأنصاره بحجة حدوث تجاوزات وتزوير في الانتخابات لصالح الرئيس بونغو في ولايته الثالثة وهو الرأي الذي انحاز إليه العسكر وأخذوه تكيئة لتنفيذ انقلابهم الجابون الواقعة في غرب وسط أفريقيا تبلغ مساحتها 270 ألف كيلو متر مربع يسكنها حوالي مليون ونصف مليون نسمة والغنية بالنفط واليورانيوم استقلت عن فرنسا عام 1960 ساعدت الكثافة السكانية الصغيرة فيها في جعلها واحدة من أعلى البلدان في مؤشر التنمية البشرية في منطقة جنوب الصحراء النفوذ الصيني الذي بدأ في التنامي منذ عشر سنوات على المستوى الاقتصادي على حساب النفوذ الفرنسي لا يستطيع إزاحته لرسوخ ذلك النفوذ في البلد الغني بالموارد الفقير اقتصاديا لصالح فرنسا المسيطرة على عصب الاقتصاد الجابوني انقلاب مالي ثم بوركينفاسو وأخيرا النيجر يزيد من جرح الديك الفرنسي الذي يخسر نفوذه في الغرب الافريقي بعد قرون من الهيمنة وحلب الثروات ولعل التركة الفرنسية بدأت تتقاسمها قوى أكثر حيوية ولكن بثوب أبعد عن العنجهية الاستعمارية التي لطالما خاطبت بها فرنسا رؤساء افريقيا الغربية فهل ستكون الجابون صفعة جديدة على وجه فرنسا ترجمة نانسي قنقر